السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الهدف الثاني للأهلي الهدف الثاني للأهلي بنفتح سبحانك يا رب أنا وش حلو يا جماعة عليكم على طول والله والله يوش حلو عليكم سبحانك يا رب للمرة التانية بيحدث وأنا بفتح قبل المتش ما ينتهي باربع دقايق الهدف الثاني للنادي الأهلي كده اتنين صف المباراة تقريبا خلاص كده الأهلي موتها الأهلي حسامها مليوم مبروك للأهلي وأهلا بيك يا كل زملكاوي في نهائي الكأس هو ده الأديم ولا الجديد والله هطلخ والله الواحد ما بقى عارف ايه اللي بيحصل الدور الأديم الدور الأديم يا مجاهد الدور الأديم في فريق أصلا هو خارج الدور الأديم فريق الزمالك المفروض أصلا ما العبش في الدور الأديم تبقى للعقوبة اللي حدثت للشبل اللي كان بيلعب معهم في مباراة حارس الحدود وكان متوقف والقصة دي كلنا عارفينها خلاص احنا في الدقيقة كده هنبدأ اتنين وتسعين الحمد لله الأهلي جنين السلية ردت رد فينا الروح واحنا كأهلوية طبعا بنبقى أنا فرحان لك يا أمصان والله فرحان ليك والله فرحان ليك انت راجل طيب احنا دلوقتي ان شاء الله بإذن الله تعالى تعد على خير الديتين اللي فضلين ان شاء الله تعالى الأهلي يكسب ويقابل الزمالك في النهائي النهائي كأس مصر احنا كده ضمننا ان شاء الله تعالى نبقى في مقعد في النهائي الزمالك القوي العتيد العنيد قابل بطل السعيد أسوان بظلم تحكيمي فادح بمهزلة جماهيرية لم يسبق لها مثيل في حين النهاردة اتحاد الكوسة بيحرم الأهلي من أو الرابطة أو إلى هذا كلهم في خانة واحدة كلهم في بمناسبة ان هما كلهم في خانة واحدة أنا معرفش اسم الجدع اللي هو العلم اسمه بتاع المعلق بتاع النهاردة أنا معرفش وظيفته ايه بالضبط على المدفع وكأن الأقدار كاتت تمنعه ان يحدث ان هو ان هو يعلق على المباراة وليد سليمان نزل وهي فرصة للأهلي في الدائرة 93 الجدعة ده بيقولوا عمل حدثة بسيطة طب جيت ليه طيب انت جيب بتعمل ايه الراجل عنده حقد دفين وكأنه جاي لو حصل اللي هيحصل فرصة فيها موت فرصة فيها ضربة جزاء ملهاش اي لازمة خالص ضربة جزاء لبيرامدز احنا مش عارفين السبب ايه فان شاء الله يا تعالى احنا عبدالله سعيد بقى والهمبكة والرؤاد والوقوع دي عبدالله يا سعيد انت كنت بكرامتك في الاهل يعني جات على مش عارف يعني فيها ايه ايه اللي حصل ايه اللي حصل انما دا لو حصل هتبقى مهزلة 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 يا عصامي عبدالفتاح حزبنا الله ونعم الوكيل في كل اعلام في كل لجنة تحكيم في كل اي حد محدش يمنعني انا مش باشتم انا مش بعمل انتوا عارفيني ما بحبش اسب حد ما بحبش ايه انما انا بقول لو ضمركم بهذا الطريق حزبنا الله ونعم الوكيل ربنا كريم باذن الله يجيب حق الاهل فيك وفي قصرتك وفي كل شيء واحد كده جابوا جون دلوقتي يعني جون ان شاء الله يعني ايه يعني رمضان الصبح خلاص يعني هيكتبها في التاريخ في الدقيقة خمسة وتسعين وتلاتين ثانية الوقت الضايع اصلا كان عدة جابها في على يمين الشناء والشناء وراحة الشمال مش مشكلة خالص رمضان الصبح رقم عشر جاب جون الاول والاهل جايب جونين يعني طاهر محمد طاهر والسولية هنرجع طبعا الحكم اللي هو ستيفن كوفنس ده بصراحة شربة 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 يعني المباراة انتهت على خير الحمد لله بس سبحانك يا رب انا اول واحد بقوله سبحانك يا رب والحمد لله الجن ده يجي عشان يبقى بصمة عار في تاريخ التحكيم المصري ولجنة التحكيم الفاسدة لازم 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 الدولة تدخل بقرار سيادي من اول وزير الرياضة الزمالكاوي للأسف الى 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 ما يحصلش الكلام ده عيب وحرام وما ينفعش عيب وحرام وما ينفعش اللي بيحصل ده اطلاقا بجد ما ينفعش تحكيم فاسد رئيس تحكيم الله اعلم بضميره ونيته وكل شيء مش ممكن مش ممكن اللي بيحصل ده والاستاذ علام النهاردة جاي يعني بيقول لك في الدقيقة التاسعة انا بحب اكتب الحاجة اللي هي كذا في الدقيقة التاسعة ان الكاس القديم اصلي بدون جمهور هوان تنسيت اللي حصل مع ماتش اسوان والزمالك ماتش ما كانش فيه كلام ده ليه سيبه مفتوح ما كانش يحصل ده ابدا ما كانش يحصل ده ابدا انك دلوقتي تيجي في مباراة زيادية وتحرم الجميل انها تشوف مباراة كويسة وخاصة بيرامدز اقوى وافضل من الزمالك مليون الف مرة مليون الف مرة بيرامدز لعب النهاردة بتاكتب جميل جدا كويس جدا بعيدا عن عن كل حاجة بكل حياد ده الماتش ده مباراة قوية تيكتكيا مليون مرة عن مباراة العك الكروة والتحكيم والفساد اللي احنا عايشينه اليوم دول تاكيز جونياس ده بصراحة مدرب كويس جدا جدا بجد يعني وامصان النهاردة انكتبت له والحمد لله بإذن الله تعالى ربنا يوفقه احنا النهاردة بإذن الله تعالى الاهلي ماشي بنسبة كويسة جدا جدا ان الاهلي واخد دلوقتي طريق كويس اللي هو المباراة في المتوسط الى حد ما كويسة بس اصنع مباراة الزمالك اللي الزمالك كسب فيها اتنين اتنين وبيحتفلوا وعملوا عضوية دائمة لللاعبين مع ان ده طبعا ضد القانون وضد العرف وضد كل حاجة بس على ايه ما احنا سمعنا من كام يوم او من مباراة 350 مليون جنيه مساعدة لفريق هنقول فريق الوزير ولا فريق مين ولا فريق مرزباخ الفلوس ده راحة على فين يا ريت تود 350 جنيه لكل مركز شباب يا سادة الوزير يا اما تقدم استقالتك يا اما تتحاكم ولو عندك حق في اللي انت بتعمله والناس كذابة اللي بينسب اليه نفعلك القبعة وتتحاكم ليه انت بتعمل كده في اندية مصر كلها وشغال فقط لفريق واحد ونادي واحد ليه بتعمل كده ليه بنعمل لازم يقال والعطار لغاية دلوقتي بمربع ولا فيه اي حاجة خالص وبيعمل اللي هو عاوزه ولا فيه بتاع الاهل اللي بعت باستفسار عايزين خطاب رسمي باللي حصل عايزين مين اللي مدين مين اللي كذا الاهل بيحضر ورقه حوالي خمسة مليون دولار خسائر حصلت ومنها فنوس كانت متوقعة تدخل النادي هل فعلا الاهل يقدر يقاضي العصابة ولا ما يقدرش المفروض انه هو ما يقدرش في المحاكمة الادارية او المحاكمة المدنية لازم يروح للايه لمحكمة الايه التسويع والتحكيم التسويع والتحكيم الدرج والتحكيم هو ده اللي هيحصل واحنا يا ما سمعنا ويا ما شوفنا والدوري راح السنة اللي فاتت بكل قزارة الى ما لا يستحقه وكله شاف كده ورئيسه مصابق هو اعترف بكده فاحنا هنعمل ايه مع الناش الا لازم نشجع الاهلي ندعم الاهلي وبالنسبة لمنتخب مصر راحوا الكيلوش تاني هي فلوس الدولة دي تجاي من الحرام ولا من الحلال بالظبط ازاي تدفع لواحد شرط جزاية ثلاث شهور وبعدين ترجعه تاني وتعين واحد ست ايام وتدينه وبعدين تقيله وتدفع له ثلاث شهور الجزا هي الفلوس دي بتجيبوها منين وجايا منين هي الفلوس كلها للتزوير وللفساد وللزمالك وبس ده رأيي اللي احنا بنسمعه واتمنى انه ما يكونش بيحصل انما ليه بكده لو ما بيحصلش لازم يحصل تحقيق انا من نوعي اللي انا لا اتهم احدا انا بطالب ان يبقى فيه تحقيق سيادي من فوق من فوق لان الدولة محتاجة الفلوس دي ودي فلوس الدولة مركز الشباب اللي في بلدك وفي بلدي محتاج مية جنيه محتاج مية الف جنيه مش محتاج تلتمية وخمسين مليون جنيه عشان فلوس مسروعة اصلا مش محتاج تزبيط فلوس وتزبيط ديون وتقصيد ديون وجدوال الديون بقامن عشرين سنة على جدوال الديون والنادي ده اصلا ما كانش له اي اي مكان اصلا حتى في الدرجة التانية ولا التالتة طيب ليه ليه الاندية الكبرى في العالم بتتعاقب ليه اي نادي في مصر بتعاقب الاسماعيل المصري للاتحاد اصوأ اي فرق صغير كبير معادة النادي ده ليه وليه الوزير ده بالذات ما بيتغيرش ده الوزير محصن ورئيس مش عارف ايه محصن وماسك اتحاد الكرة محصن واللي يعملوا وبيخسروا الدولة مناش دعوا بالاهل والزمالكو الكلام ده دلوقتي احنا نتكلم على افراد الافراد دول مستمرين والفساد مستمر فده اللي احنا نتمنى نتمنى ان يبقى فيه ضمير ان يبقى فيه مستشار رئاسي بقول كلمة دي دايما تقريبا في كل فيديوهاتي عايزين يجيبوا زي ما انا برضو بقالي سانة موضوع اول حد بيقول الموضوع اللي هو البتاعة ده اللي يبقى فيه ادارة اجنبية للجنة التحكيم المصري هيجيبوا واحد يوناني التاني بيقولك مش عارف انا اللواء اشتغل مع ملازم اول ده 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 اليوناني ده لو سمعك وترجمها هيبستفك انما انت ايه انت اصلا عارف ان العرب بتاعك ما فيش حد مهتم بيه في اوروبا ولا في اليونان وانت من كتر الكلام في المكروفونات كتيرة فما فيش هيلحوا على ايه ولا ايه انا بقول لكل ظالم حزبنا الله ونعم الوكيل بقول لكل مفتري كل مزور في اتحاد الكرة وفي منظومة الرياضة عمتا حزبنا الله ونعم الوكيل بل نشغل كده الحاجة التانية ان احنا بننادي في الدولة ان نبقى فيه قرار سيادة للاصلاح عشان يا سيادة الرئيس عشان يا سيادة رئيس الوزر عشان يا ناس اللي بتحب البلد الشباب الصغيرين الى ضياع واحنا بنشوف الحوادث بتاعت كل يوم فعايزين انبيا تلمهم عايزين مراكز شباب تلمهم مش نادي عمال يعمل ديون ولا بيدفع ضريب ولا مية ولا كهرباء ولا كوفرات ولا محلات حلاءة شعر وفي الاخر الفلوس بتطلع بتتفتح زي البربخ زي السد المية بدون حساب وبلا حساب وبلا رقابة في حين ان الاهل متاكل حقه ما بياخدش اي مزايا ما بياخدش حتى جايزة او اي حاجة ان هو بياخد كاس افريقي ولا كاس السوبر ولا تالت كاس العالم اصل الوزير بيقولك اصل دي حاجة اختيارية يعني مش لازم يعني وكل اللي اندفع للالف عشر خمستاشر سنة خمسة مليون جنيه وده نادي دولة زي النادي التاني برضو نادي الدولة واللي اسماعيل وهينزل الدرجة التانية وبرضو ده نادي دولة ونادي المحافظة ما فيش رقابة على رئاسته بل رئيسه طالع بيقول كلام استغفر الله العظيم يا رب رئيسه رتخال رئيس نادي الاسماعيل ناجح بستمائة صوت بستمائة صوت في نادي الاسماعيل اللي هو يعتبر تالت آآ آآ اندية مصر مع الاتحاد أنا دايما أنا لا أعلي اللي اسماعيل على الاتحاد الاتحاد بالنسبة لي مع لش ناسف يعني يكاد يكون بعد الأهلي على طول على فكرة الاتحاد واخد الرعاية الملكية مع الأهلي سنة 28 ما كانش لسه الزمالك في الخريطة أصلا الزمالك بس ادى البتاع اللي هو نادي فاروق عشان فضيحة 6-0 بتاع بتاع فريق الشباب والأهلي عشان الفريق الكبير كان راح غزة بيشارك في دعم بعض الناس كرهاها ليه عموما احنا مش بنقول غير حزب الله ونعمى الوكيل بنقول كل أهلاوي مليون مبروك ربنا مع الأهلي والأهلي له شعب وزي ما بيبقوا قال فيه ناس معينة كرها الخير للأهلي كرها ان الأهلي ينجح وهو قال فيها ما بين السطور فيها كلام كتير جدا لكن احنا طمعانين في حكومة عادلة حكومة اللي هي تعرف الناس دول الحق فين وان شاء الله يظهر الحق ولو ما ظهرش الحق وما تحكموش ربنا سبحانه وتعالى موجود احنا مع الأهلي مش عايز يطول عليكم انا ما قلتش خلص كلمة الدعم ارجو منكم دعمنا والاشتراك وتقول لصحابكم قريبكم ومليون مبروك للأهلي مرة تانية والمدرب الجديد لو برتغالي فعلا زي ما سمعت مش عاجبني انا كان نفسي على الأقل لو ديفيد فاجنر مسلا الألماني كان الى حد ما كان يبقى كويس احنا هننتظر ما تسدوش اي كلام اما ما بيحصل بالزبط والأهلي عاجبني ان هو مش معرف حد غير كده ان شاء الله تعالى الحداشر اتناشر الاصابة اللي في الأهلي يعدوا على خير والكم مباراة اللي فضلة تعدى على خير عندنا مباريات لغاية الجونة في غيبات كتيرة جدا ربنا بإذن الله تعالى معنا ومع الأهلي وتحيات لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة